بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 123 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته سبق في الحلقة الماضية حديث المؤلف رحمه الله عن حكم بيع المسلمين شيئا إلى الكفار في أعيادهم وذكر ما روي عن أحمد رحمه الله في ذلك وقال أنه يحتمل منعه ثم قال هنا لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي وقد ذكر عبد الملك ابن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق تحريم التشبه بالكفار نعم وأيضا تحريم إعانتهم على باطلهم ومن ذلك إعانتهم على إقامة أعيادهم الكفرية وتشجيعهم على ذلك وهل يدخل في ذلك البيع والشراء منهم أو عليهم نعم في أيام أعيادهم الذي سبق من كلام الإمام أحمد وتعليق الشيخ رحمه الله عليه أنه يجيز ذلك وفي هذا فرق بينه وبين الهدية إليهم أو قبول الهدية منهم بهذه المناسبة فإن الهدية ياتشتيع لهم وإقرار لهم وأما البيع فهو بالعكس هو يضعفهم ويسحب ما عندهم من من النقود والشراء منهم كذلك يضعف استعدادهم بشراء الأشياء منهم فمن هذه الناحية لا يمنع ومن نظر إلى أن هذا أيضا يكون فيه مشاركة بهذه المناسبة ولو كان بيعا أو شراء فإنه يمنع من ذلك وقد يكون هذا لكراهة التنزيه أو لكراهة التحريم كما سبق نعم قال قد ذكر عبد الملك ابن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام نعم لما سبق توجيه من أن هذا فيه فيه تعاون معهم على إظهار هذه المناسبة تعامل معهم في وقتها يعطيهم دفعة في إقامتها والاستعداد لها فيتجنب هذا وهو الملحظ الذي الذي رآه مالك رحمه الله في تحريمه للبيع والشراء منهم في وقت هذه المناسبة نعم وقال عبد الملك ابن حبيب في الواضحة كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم نعم لأنه فيه تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قال في عداد المحرمات وما أهل به لغير الله فإذا ذبحوه لكنائسهم فهو مما أهل به لغير الله بخلاف ما ذبحوه للأكل ما ذبحوه للأكل وذكروا اسم الله عليه فإنه يباح وطعام الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم أما ماذا ذبحوه على وجه التقرب إلى الكنائس التي فيها الصور الأنبياء بزعمهم أو ذبحوه بمناسبة أعيادهم البدعية الكفرية فإنهم لا يعانون على هذا الشيء ولا يشاركون فيه نعم قال وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون وهذا أشد ولا تعكلوا من ما لم انكر اسم الله عليه وذكر من المحرمات ما أهل به لغير الله أي ذكر عليه اسم غير الله كالمسيح والصليب وغير ذلك لأن هذا شرك بالله عز وجل نعم فقد كان مالك وغيره من من يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم وبه نأخذ هذا كلام عبد الملك نعم مالك يكره هذا والكرهية عند السلف وراد بها التحريم يكره كل هذه الأمور التي تمت إلى دين أهل الكتاب والمشركين يقول ابن حبيب ونحن وبه نأخذ يعني هي بقول مالك هذا فنحرم هذه الأشياء نعم وهو يضاهي قول الله تعالى وما أهل به لغير الله يعني يشبهه أما إذا صرح باسم المذبوح له هذا الشرك واضح لكن إذا لم يصرح لكنه ذبح للكنايس وبالمناسبات الكفرية والدينية عندهم فإنه يشبه ما أهل به لغير الله فيحرم قال وما أهل به لغير الله وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون هذا الأصل أن ما أهل به لغير الله ما يذبح للأصنام والأنصاب فهذا شرك أكبر واضح وكذلك يشبهه ما يذبح في أيام أعيادهم وفي كنائسهم نعم قال وقد كان رجال من الأولماء يستخفون ذلك ويقولون قد أحل الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها وروى ذلك ابن وهبن عين بن عباس وعبادة بن الصامت وابن الدرداء وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعه ويحيى بن سعيد ومكحول وعطع عندنا آيتان نعم الآية الأولى قوله لما ذكر الميتة وما يتعلق بها قال وما أهل به لغير الله فيحرم الآية الثانية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فهل نأخذ بعموم قوله وما أهل به لغير الله فنحرم ما ذبح لغير الله وإن كان ذبحه كتاب أو نأخذ بعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهذا فيه عموم فيدخل فيه ما ذبحوه للمسيح وما ذبحوه للكنائس وغير ذلك الجمهور على الأول على أنه يمنع ما ذبح لغير الله فإنه حرام أو ذبح بالمناسبات الكفرية فإنه حرام سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم وذهبت طائفة إلى أخذ بالعموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وقالوا إن الله علم ما هم يعملون ومع ذلك قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فأخذوا بالعموم ونحن نقول العموم يخصص بالآية الأخرى وهي المنع مما أهل به لغير الله نعم وتركوا ما ذبحوا لأعيادهم وأقسستهم أقسستهم أقسستهم وموتاهم وكنائسهم أفضل يعني من باب الاحتياط لما ذكر الخلاف هل يأخذ بعموم طعام الذين أوتوا الكتاب فيحل كل طعام لهم أو يأخذ بعموم وما أهل به لغير الله فيمنع قال لا شك أن تجنب هذا الشيء أنه أحوط نعم قال وإن فيه عبا آخر أن كله من تعظيم شركهم نعم ومع أنه أبرى للذمة هو أحوط فإن فيه تعظيما لشركهم إذا أكلناه وشاركناهم فيه وأقررناهم عليه نعم ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم أيأكل منه المسلم فقال لا ينبغي لا يأخذه منهم نعم يذبحونه لموتاهم على وجه التقرب لا على وجه الصدقة أما ذبح الذبيحة والتصدق بثمنها عن الميت فهذا جائز مستحب الصدقة مستحبة سواء كانت باللحم أو بالطعام أو بغيره أو بالنقود لكن ما ذبحوه لأمواتهم يعني على وجه التقرب لهم فهذا لا يجوز أكله لأنه مما أهل به لغير الله نعم قال لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كذب أحد الأعياد والكنائس نعم إنما يعمل يذبح للأموات بما عدد التعظيم لهم والتقرب إليهم فهذا من الشرك نعم لكن هنا قال تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم يذبحونه تعظيما لهم ويتصدقون بلحمه نعم وشئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه فقال لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء نعم إذا أوصى للكنيسة فهذا شيء يمشون عليه فيما بينهم أما المسلم فإنه يتجنب الدخول في هذا وبناء عليه لا يشتري مما أوصي به لكنائسهم لما في ذلك من إعانتهم على تنفيذ هذه الوصية نعم وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف الأسقف يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها قال إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والآخر من جهة بيع الحبس الحبس بيع الحبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين إذا كان لهم كنيسة إذا كان لهم كنيسة وهي مكان عبادتهم احتاجت إلى ترميم مرمّة يعني ترميم وأراد القس أو أو الاسقف أراد أن يبيع من الكنيسة ليرممها ليرممها أو يبيع من عرضها الفضاء فهل يجوز للمسلم أن يشتريه قال لا يجوز من وجهين الوجه الأول أن هذا فيه إعانة لهم على عمارة كنائسهم والوجه الثاني أن هذا بيع وقف وحبس يعني أوقاف ولا يجوز بيع الوقف نعم قال ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء بل يتركهم وإياها وشأنهم لكن المسلم لا يشاركهم في هذا قال وصول ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه إذا وافقت سفينة أو مركوبا يذهبون عليه لأعيادهم وأنت لك شأن آخر فهل تركب معهم يكره مالك ذلك لأن هذا قد ينزل عليهم السخط وأنت معهم فيصيب كما أصابهم نعم وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورعاه من تعظيم عيدهم نعم الهدية لهم هذا واضح أن فيه تشجيعا لهم وإعانة لهم على باطلهم فلا يجوز فلا يجوز للمسلم أن يهدي لهم في أعيادهم كما لا يجوز له أن يقبل هديتهم التي يعملونها للأعياد مما يعملونه لأعيادهم لأن في هذا تشجيعا لهم وإقرارا لهم على باطلهم نعم قال رآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم نعم ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارن دابة كل أوجه التعاون على باطلهم لا يلل المسلمين أن يعينوهم بها لا تأجير دابة ولا غير ذلك من ما يعينهم على تنفيذ شركهم وباطلهم فالمسلمون يتجنبون هذا وإن كانوا قد يقرونهم على ما هم عليه بحكم حكام الذمة لكن لا يشاركونهم ولا يؤيدونهم ولا يمكنونهم من إعلان ذلك إنما يكون هذا بينهم وفي محيطهم فقط ولا ينتشر في البلد نعم ولا يعانون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم نعم قال وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك نعم ينبغي لحكام المسلمين أن يميزوا بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إذا كانوا ذميين في بلاد المسلمين ألا يتركوهم يندمجون اندماجا كليا مع المسلمين بل يكون لهم ما يميزهم ويفرقهم عن المسلمين كما في الشروط العمرية التي سبقت وهذا فيه أنه لا بد أن يتميز المسلمون وأن يفارق الكفار في صفاتهم ومناسباتهم وعباداتهم وأعمالهم لألا يسري شيء من الباطل إلى الحق ويلتبس الحق بالباطل نعم قال وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه لا يزال النقل عن مالك رحمه الله من كتب المالكية نعم فأكل فأكلوا ذبائح أعيادهم داخل داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بل هو عندي أشد نعم الأكل من ذبائح أعيادهم أكل المسلم من ذبائح أعيادهم داخل في تشجيعهم والتشبه بهم وإقرارهم على ماهم عليه وعدم التمييز بين المسلم والكافر فلا يأكل من ذبائح أعيادهم نعم قال الشيخ السلام رحمه الله فهذا كله كلام ابن حبيب من أصحاب مالك نعم وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم ذكر في مطلع كلام ابن حبيب أنه اجتمع يعني أجمع على منع ما يستعينون به على باطلهم من الأكل والهدية والبيع والشراء إلى غير ذلك نعم وقد صرع بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك كله أنه لا يحل ذلك كله هذا نقل بن حبيب حاني الإمام مالك رحمه الله نعم وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب فقال إسحاق بن إبراهيم سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة 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 أي استأجرها الرجل المسلم منهم قال لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه نعم انتهى من نقل مالك وانتقل إلى النقل عن الإمام أحمد سئل عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة يعني أن النصارى الذين وقفوا أي أوقفوا ضيعة يعني مزرعة أو بستانا للبيعة أيشتري المسلم منهم قال لا لأن هذا يعينهم على باقلهم نعم وقال أيضا سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء أبن المجوس ناووسا قال لا تبني لهم ولا تعينهم على ما هم فيه كذلك إذا كان في المسلمين أصحاب حرف فإنهم لا يعملون حرفهم للكفار في معابدهم ومظاهر كفرهم فالبناء الذي يبني لا يبني لهم الكنائس والبيع لأن هذا إعانة لهم على الباطل نعم وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء قال لا بأس به نعم بالكراء لا بأس به ولأن القبر ليس عبادة القبر هذا يكون للمسلم والكاهر فحفره للقبر هذا ليس من عبادتهم وإنما هو شيء عام فيجوز أن يحفره بالأجرة نعم قال لا بأس به قال رحمه الله والفرق بينهما أن الناوس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم نعم القبر عام للمسلمين والكفار قال الله جل وعلا ممتنا على هذا الإنسان ثم أماته فأقبره فالإقبار هذا من نعم الله ولم يجعله مما يلقى للكلاب والسباع ولو كان كافرا فإنه لا يلقى للكلاب والسباع بل يدفن ويقبر فالقبر عام للمسلمين والكفار فإذا حفر قبرا للكفار بالأجرة فلا مانع من ذلك نعم وقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه فقال نصراني واستعظم ذلك فقال نصراني واستعظم ذلك نعم المسلم هل يبيع داره للنصراني سئل أحمد عن ذلك مسلم باع داره لنصراني وفيها محاريبه محاريب المسلم يعني الأمكنة التي كان يصلي فيها النافلة وقيام الليل وباعها لهذا النصراني ليحل محله ليحل محله ويقيم الكفر والشرك محل العبادة والتوحيد لله عز وجل فاستعظم الإمام أحمد رحمه الله ذلك نعم قال واستعظم ذلك وقال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من الكفار يعني بدل أن كانت فيها محاريب المسلم ومصلياته والقرآن وتهجده وتلاوته للقرآن يضع فيها الصليب والناقوس ومظاهر الكفر هذا استبدال ولا حول ولا قوة إلا بالله وتمكين لهم من ذلك إذا باعها عليهم نعم وقال لا تباع من الكفار شدد في ذلك نعم كما سبق أنه لا يباع السلاح في الفتنة ولا يباع العنب لمن يتخذه خمرا وكذلك لا تباع الدار لمن حولها إلى بيعها وكنيسة وفيها مظاهر الشرك نعم وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي قال لا أرى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها نعم أيضا بيع الدار على وجه العموم على الكافر هل يجوز أو لا ظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز لأن هذا يمكن الكفار بين المسلمين وينتشرون بين المسلمين في مساكنهم وثانيا أنه يقيم فيها الكفر بدل أن المسلم يقيم فيها التوحيد والعبادة وذكر الله هذا الكافر يقيم فيها الكفر والشرك فلا يجوز أن يباع هذه الدار نعم قال رحمه الله لا أرى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي نعم يبيعها من مسلم يخلفه فيها ويعبد الله فيها أحب من أنه يبيعها إلى كافر يقيم فيها الكفر نعم قال شيخ السلام رحمه الله فهذا نص على المنع نعم نص من الإمام أحمد والنص هو ما كان من كلام أحمد نعم ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمراء ويشرك فيه قال ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول يرعبهم هذا سبق في أول الكلام أن ابن عون كان يكري أهل الذمة وقصده من ذلك إرعابهم لأنه يأتي ويطالبهم بالأجرة وهذا يرعبهم وأنه من هذا الوجه كونه يكريهم أحسن من كونه يكري مسلما لألا يرعبه من هذا الوجه لكن الوجه الثاني وهو أن الكافر يكفر بهذا المكان ويستعمله ويستعمله للمعاصي للمعاصي والمسلم يعبد الله فيه فلا شك أن هذا الملحظ أولى من الملحظ الأول الذي لحظه ابن عون نعم قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا يعني يرعبهم نعم قال لا ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين يقول إذا جئت أطلب الكراءة من المسلم أرعبته فإذا كان ذميا كان أهونا عنده يعني ابن عون يقول أن المطالبة بالأجرة أنه يشق عليه أنه يطالب المسلم بها لأن هذا يحرج المسلم قد يكون ليس عنده شيء نقود فيحصل عنده رعب بخلاف الكتاب فإن إرعابه مطلوب هذه وجهة نظر ابن عون بينما هناك ما هو أولى من ذلك أن يعتبر وهو الاستعمال نعم فالكافر يستعمل المكان للكفر وأما المسلم فيستعمله للعبادة والذكر وفرق بين هذا وهذا بناء على هذا لا تؤجر ولا تباع الدار المسلم للكافر نعم قال وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت يعني للعاب يعجب منه من ناحية أنه استحسن يعني أنه استحسن هذا نعم وهكذا نقل الأثرم سواء ولفظه قلت لأبي عبد الله ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحييت مهندس الصوت زميل عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة